وإن كان هو باب آخر تماماً اللي هو التعامل مع الجنس الآخر آه لأن هذه مشكلة موجودة في القطاع الصحي بشكل عام ليس بس عند الأطباء وصراحة يعني قد ما نحن نشهد على الأطباء لكن أنا وجدت أن الأطباء بجوز أقل القطاع الصحي مشكلة في هذا السياق بعد الصيدلة يعني أقل ناس إشكالاً في هذا الملف بعد الصيدلة الأطباء لسه في بلاوة أخرى في التخصصات الأخرى صراح في المستشفيات أنت أدر مني يعني من القصص اللي بتوصل ليش؟ لأنه في لأنه عليهم نوع من ما بسمه سبوتلايت في نوع من تسليط الضوء على الأطباء فهذا بيعطي نوع من الحاجز شوي في بعض الأشياء أقصد خاصة الأشياء اللي المعذرة وراء الكوليفس لكن مشكلة كبيرة وموجودة بكثرة وآثارها على حياة الأطباء والطبيبات مش سهلة يعني مش سهلة هذا الموضوع صراحة عميق جداً مرتبط أصلاً بثقافة المجتمع والبيئة والتنشئة والفساد وعدم إدراك الناس لحاجاتها الأساسية الشخصية أنه أنا الله عز وجل خلقني أميل للأنثة والأنثة الله عز وجل خلقها تأميل للرجل يعني وفي ناس عنده إنكار لهذه الحقيقة ببطيناً وأنا حضرت نقاش لبعض الأطباء إن زعج واحد من الأطباء وبدأ يعني يفرغ ما في خاطره على أنه طبيب سأل طب أنا كيف أضبط حالي في التعامل إذا وجدت من نفسي شهوة تجاه مريضة أو طبيبة إنه ما في حد أن يسأل هذا السؤال فكان الجواب على ذاك الطبيب المعترض أنه أنت كيف فايت المهنة هاي أصلاً أنت مريض أصلاً لا يجب أن تدخلها لازم يعملونك تقييم أول ما تيجي عندك إشكال فلازم تعالجه بالأول قبل ما تفوت هاي المهنة فلازم أول ما تفوت التخصص يفحصه كذا أنك ذكر ولأ أنثى يطلعوك من التخصص يعني حتى كان ردي على الطبيب بطريقة غير مباشرة وما فهم علي وكأي إنسان عنده يعني يعني سبحان الله نسأل الله السلام والعافية الأمراض كثيرة يعني اللي هو أنه إذا أنت لا تجد في نفسك هذا الشعور فهذا أمر آخر هذا كان من ضمن فهو تفاعل معي في الكلام وكأنه أنا بأيده يعني أنا بلمح لك على شيء خطيئ ترى بلمح لك على فطرة متكسة متكسة عندك أنا عشان يكفي الطلاب لما أدرسهم نحن كل شهر بيجي مجموعة الطلاب جديدة فأول محاضرة أنا بالعادي بمسكها تكون الانترودكشن فأعطوهم بعض القواعد اللي لازم نلتزم فيها أنا بنيا دا ما بتحسس الواحد بمسك تليفون ومسك اللاب توب أهم شي ما يطلع صوت ما عندي مشكلة بكذا فمنتفق على قواعد واحدة من أهم القواعد اللي نتفق عليها تمام إحنا مساقل سايكايتري الطب النفسي فهل بدنا نحكي pure انجليش ولا بدكو نتكلم باللغة العربية الفصحة ولا بدكو كذا بالعادة بيكون النهاي بال هايبريد مود نعم بس بحب نتفق عليه في البداية فمن ضمن الاتفاقات الجلوس عادة بتكون الغرفة الصفية ثلاثة مجموعات من الكراسي فبيكون عندنا التصويت كالتالي الشباب في الوسط والبنات على الأطراف البنات في الوسط والشباب على الأطراف الشباب قدام والبنات ورا فمين بدو الخيار فلاني مين بدو الخيار فلاني فبقى أعمل تصويت ديمقراطية أنا كثير وبعطيهم خيار طبعا الخيار بيكون مسموم يعني ما في حدا بيجي اختاره بقول طبعا ما في حدا هم بديو يختار إنه ما في فرق إحنا ما في يذكر وإناثة إنه إحنا الحمد لله فترتنا متكسة يعني هيك بحكي هيك الخيار فما أحد يختار هذا الخيار لأنه 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 بعلق عليه بهذه الصيغة لأنه ما في حدا كول هون ممكن حدا يعترض عليك إنه ليش أصلا تحطنا في هذا الاختيار ما بحكي له ما بدو ما هيك بحطه خيار هذا اللي هو في حدا شايف فبقول الخيار الأول هو واحدة ثلاثة بشرحه خيار الثاني واحدة ثلاثة بشرحه وبعطي تفضيلي أنا عادة بيكون تفضيلي عادة من الذكور أمام والبنات في الخلف وصراحة مشان أحيان السلايدات بقول الشباب في الوسط والبنات في الأطراف العادة في استجابة دائما في استجابة أجمل أحكي لهم هيك بس بقعدوا هيك يعني شو دي يصيرين فبعطي الخيار الأخير وفي خيار للناس الكل اللي شايفي ما في فروق بين ذكور الإناث وأنه إحنا يعني ذكور لا تنجذب الإناث ولا إحنا الحمد لله ناس خارج السياق البشري فما حد بيكون هيا فهم نشتغل على هيك ليش سألتك لأنه وهذا فعليا بيكون أريح صلاحة خاصة البنات أريح يعني أريح لها هي بترتاح في جلسيتها بترتاح خاصة لما تكون بعيد على الأطراف أو في الخلف سبحان الله الهيبة المعلم فطرة موجودة أنه أنا بيدي سلطة في امتحان في نتائج وفي شكاوة وقصة فقد يستعمل هذا النمط أنا أعترف بشيء من الضعف في هذا الباب أنه قد تستعمل هذا المكان بأنه ليش أعفهم أنا بدي أحميكم من أنفسكم معادي طبيعي هو صح طبعا بموضوع الاختلاط وغيره قد تستعمل الهيبة والمكانة في تصريف شيء مفيدين الموضوع الاختلاط الموضوع أسا إذا كان إنسان بدي أفرض نشأ أصلا في بيئة مختلط كيف اختلاط يعني من أول ما وعي والبيت أصلا علاقاته فيها إشكال اختلاط وكذا والأم عادي مثلا تسلم على الجار والجار يعني أنا ما بيحكي عن تجاوز حد الفطرة عفوني يعني يعني ما يروح الذهن فساد أخلاقي منتهي لكن فكرة البيئة فيها راحة بالموضوع فيها راحة بالتعامل زائدة لا تراعي الشرع في هذه النقطة بعدين والله الأعراس مختلطة الحفلات الأعياد فيه جلسات واختلاط وضحك وبالذات موضوع الضحك والأكل الاجتماع عليه يكسر حواجز عالي صراحة وهي راح نذكرها في نصيحة علاجية فهذا نشأ إلى أن دخل الجامعة هو أصلا لا يرى فيه إشكال هو ما بعرف أنه أصلا فيه مشكلة ولو بعرف عنه بعرف أنه والله المتشددين بحكوه مش أنه دين الله عز وجل هو هيك مش أنه هذا أمر الله عز وجل اللي جاء لك أصلا عن طريق أهل العلم هذا للأشيوخ هذا للأشيوخ لأهل الدين رجال الدين اللي هم الرحبانين لا إله إلا الله وينظر طبعا بهذه النظرة الآن والطالبات كذلك ذكورا وإناثا ويدخل برضو اللي فطرتهم فيها إشكال هو كان في بيئة محافظة لكن هو ما بعرف أنا إيش ضابط الموضوع وليش أصلا ما فيه اختلاط إيش المشكلة طب إيش المشكلة إذا حكيت لزميلتي شكرا برضو زميلة إنه شكرا يعطيك العافية وشو أخبارك وكيف الحال وشو عاد شو حكى الدكتور في المحاضرة أسئلة طبيعية أنا ما بحكي يعني هاي أسئلة طبيعية هو لا يرى إيش المشكلة بعد شوي بصير إيش المشكلة فيه أعلى برضو بيجيك نمط اللي هو النمط اللي هو أصلا كان في بيئة هو ما بيشوف الأنثى هو ما بعرف هو بسمع أنه فيه كائن حي اسمه أنثى فبعرف أنه أمه والله هاي آه من الإناث لكن هاي يعني أخته والله أما بعض فهو ما هو ما بعرف كيف أصلا يتعامل مع هذا الكائن فهو بين حدين الشد العالي جدا وقد تكون الاستعادة من رؤية الأنثى أنه هناك أنثى تمام طوارئ آه بالضبط أو أنه اللي هو كسر هذا الحاجز فجأة فتراه مميع أكثر من اللي نشأ أصلا في البيئة من الأصل وكلهم بتفقوا في موضوع أنه وين الشرع من الموضوع وإيش هيبة الشرع وإيش الفكرة مهم فهذا بولد جو الجو هذا فيه دراسة إحنا منتعلم مع بعض ووقت الاستراحة بناخده في نفس الوقت كلنا جميل في بعض المدارس وأنا المدرسة اللي درست فيها كان فيها هذا الشيء الفرصة بنسميها الفرصة لفترة الاستراحة للطالبات مختلفة عن فترة الطلاب أصلا الفترة مختلفة مع أنهم في ساحتهم مع أنهم في نفس المدرسة معنهم آه صفوف مفصولة في نفس المدرسة في الوقت اللي الطالبات فيه في الساحة احنا في حصة وفي الوقت اللي احنا في الساحة ومو في حصة ليش هذا بالعكس هذا اللي حط الشيء صراحة انا له عليه فضل فضل عظيم لانه حماني في بيئة انا جاهل فيها ايش الاشكاليات الموجودة اه لما تيجي طب ونفس الاستراحة نفس الكفتيرية نفس الاكل في نفس الوقت ايش ضل نقعد وبناكل مع بعض فيه كسر حاجز انا بكسر الحاجز في وقت الطعام جاء في بالي النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج انه يدعو قومه في بداية الدعوة من احدى المواقف انه دعاهم على الطعام يتقرب النفوس نعم فيه تقريب فيه حتى لما بدك تتعز واحد معزوم خلاص عندي اليوم غداكو فيه نوع من قربه وقلفة موضوع اللي هو الشرب الله فيه بريك بسيط استراحة بسيط والله نسكفي شاي بلاش الاسم النسكفي نيتش ولا حسب التجاريات يعني اللي موجودة لكن قصدي فكرة انه اللي والله مشروب معين كذا طيب انا هذا في وقت بنشرب مع بعض بعد شوي بتطور الموضوع انه انا في نفس الفترة عفوا بشوف الأطباء اللي بدرسونا الطبيبات والأطباء تعاملهم مع بعض ومزحوها والطالب والله كذا والعلامات ومش عارف ايش وآي دكتور تأخرت اليوم بعدين مستوى أعلى بسير والله آه جتني سيارة طب انا مروح طب الدكتورة هاي اللي معاي بدهم طب هي ساكنة جنبي ليش ما اساعدها خير فكرت خير ليش ما وصلها على البيت ألفة زائدة وقرب زائدة أو الطبيب والله والله الشاب الفلاني ليش ما مثلا اسألوا هو أخو صاحبتي فليش ما مثلا اسألوا عنها شو أخبارها شو كذا صار في نوع ألفة أقرب بعد شوي احنا فطنا لمستشفى مستشفى صار فيه حسنا مجموعات احنا كانت دفعة فيها 200 و 300 و 500 حسب الجامعات حسنا مجموعات صرنا مجموعات 10 15 20 أقل 5 حسب الجامع برضو مجموع مع بعض دوامنا يوميا لسنة كاملة مع بعض هاي يقول صار مجموع صار فيه نوع من بيئة والإنسان ينزع إلى أنه يكون له بيئة له جماعة فهي صارت جروب 6 شكرا احنا مجموعتنا هاي فما أحد يجي فيها إذا فيه أي إساء إذا فيه أي مشكلة وقعتها للجروب احنا مع بعض صرنا أسرة هلا بعد شوي الطالبات وطبعا بعض الجامعات يتعمد يتعمد أنه يكون المجموعات ذكورا وإناثا ممنوع أنه يكون ذكورا لوحد وأنا مر علي في بعض الجامعات من فترة قريبة قبل أشهر أنه طلاب جمعوا نفسهم أنه يكونوا مع بعض ذكور شباب يعني رجال يعني فتم فصل يعني مش فصل يعني كسر هذه المجموعة وتغييرها مع مجموعات أخرى حتى يكون فيه تنوع ذكورا وإناثا نمط التعليم مش مشكلة أنا بالدرجة معي أنا صراح بتفاهم هذا في سياق أنه ذكور وإناث خاصة لما يكون فيه حاجة للدخول على إناث بوجود ذكور والعكس أعفهم لذكور هو إله حاجته رح نيجينا هاي في طريق أنا بحكي عن التجاوز أنا ما ذكرت من الأصل أصلا أنه لازم هذول النساء ما يتعلم والرجال يتعلم أنا مش شاهد طبعا هو الأفضل لو كان في حصل تماما لا هو رح تحتاج إحنا أصلا أنا بدي أفحص أنا كطبيب بدي أفحص مريضة هذه المريضة ما بزلط أفحصها لحالة بدي ممرضة أو طبيبة معي أو بدي حدا يكون معي طيب أنا دكتور بدي أعلم هسأ أنا إذا ما علمت الطبيبات وعلمت الأطباء فقط مين اللي يعني رح يصير فيه خلل أصلا يعني وإحنا فيه فائدة عظيمة صراحة أنا في تخصصي وجود بعض الطبيبات أنه بعض المرضى مريضة بدها طبيبة وهي تخذ لكن هذا الإطار يؤثر يعني وتوضع ضوابط بمكانها مش هذا أنا أتكلم عن تجاوز الحد كيف يتراكم مع الوقت ويصبح عادة في المستشفى حكينا أسرة فالغداء والأكل والشرب في نفس الوقت وأنت تذكر في الجامعة كيف الأمور كانت فيها فيها شيء من الصعوبة أصلا أنه أنت كيف الواحد حتى البكالوريوس أنا أحكي قبل أن ندخل المستشفى تجد يعني أنا ما كنت ما كنت ملتزم عشان أقول أنه أنا اللي كنت المثال في الموضوع هو الكل مطالب بالتفاصيل الشريع لكن أنا أقصد أنه حتى هو التعريف الملتزم اللي هو أصلا يخاطب نفسه بالتفاصيل الشريع لكن هي فكرة أنه لم أكن ذلك الشخص اللي ممكن أجيب نفس المثال لكن كنت أجد إشكال مع الشباب اللي هو طب يا هالشباب بدنا نروح نتغدم مع بعض في الكفتيريا ليش تروح مع البنات طب ما إحنا مع بعض طب ما إحنا قاعدين بدنا نسولك بدنا نأخذ راحة أقول لك بدنا نمزح وزح يعني نأخذ راحتنا فيه ما بزرق مع البنات فتجد هذه الكفتيريا وفكرة الوجود مع البنات في الكفتيريا فضلا عنه أنا رايح أجيب كاس تلقاه وأجيب لك معين طب ما إحنا ما هين موجودين فهذا كان لكن هذا بجزء أجي في الحلول بس آه نعم كان يضيق نوعا ما فضلا عن اللي هو دوام المستشعى دوام المستشعى لما تكون مجموعة مع بعض إحنا من داوم من الساعة ثمانية وتسعة للساعة ثمتين ثلاث ما بين نشوف مرضى ما بين نجلس مع الأخصائي ما بين بعدين محاضرات فبينهم بيكون في بريك أو قبلهم بيكون في كذا ففي مجموعات كان المعتاد فيها إحنا دونا مع بعض في سنوات كان في مجموعات المعتاد عندهم أول ما يوجد صبح أصلا في فطور مشترك أو في الاستراحة في غداء مشترك في كذا إحنا كان كان عنا هذا الحمد لله كان شيء مسكر تماما في مجموعات كثير منهم وناس يعني يضع ضوابط وأنا رح أتكلم عنها سريعا لأن بعد المستشفى الآن بيئة العمل أنا في مستشفى مقيم في التخصص الفلاني في عندي طبيب أو سينير أو المقيم الأعلى عماله إيش بيعلم فيه وأنا بناقش وبحث وفي محاضرات والجلسة الصباحية النقاش الصباحي المورنك والواجبات والمتابعات والمشاكل كل هذا بصير فيه خلطة أكثر وقرب أكثر لدرجة بعض التفصيلات أنه أنا باجي أنا كطبيب بلاش أنا في طبيب بدي يعلم شو اسمه نعم أتعرف ليش بدي يعلم مقيمة جديدة هو هو رجل وهي إمرأة ذكره أنثة بدي يجي يعلم طب أنا بدي أعلم المهارة مش عارفة تسوي الموضوع بكل بساطة أنا بدي أمسك إيدها اشتغلي أفرجيها كيف هذا الحاجز وين وصلنا وصلنا كثير طبعا في إلها برضو حلول كله كله إليه حلول بدي أفحص مريضة لما أشوف أنا البروفيسور والدكتور اللي أقل واللي أقل والسينير كلهم لما يجي يفحصوا البطن المريضة بيفحص بإيده بدون ولا شيء مكشوف كذا هذا ما بولد عندي شيء يعني من كسر حاجز معين طب لمس المرأة يعني شيء مش سهل صراحة للاتي لا تحلي في إشكال طيب أنا لما أنظر العورة طب تعال برضو عنا شكاليات يعني بحاجة تحلي يعني أنا ما أعرف جوابها صراحة تعال واجع في البطن كيف بدأك أشف المريض مراعات العورات فيها بين الرجال والنساء لابد أن ترعى العورة بين الرجل والرجل والأمرأة والمرأة بس أنا أقصد بالضبط أقصد موضوع كسر حاجز بعدين أنا كطبيب في ممرضات وكممرض في طبيبات يعني والعكس عفوا كطبيب يعني مشانا نحن نحكي على طباء وفي عندي كوادر أخرى أتعامل معها الآن صر طب الدوام الصبح ما بتكون تفطره أفطر بعد شوي دكتور شو بتحب تفطر هذا بذكرك في إشي ثاني برى المستشفى والله دكتور بس معلش في شغلة معينة شو رأيك بكذا أو دكتورة شو رأيك بالموضوع الفلاني موضوع مال ودخل في الطب والله اللبس اليوم كويس كلام عادي هذا الكلام بنسمع في البيت بين أب وبنته بين الزوج وزوجته بين الأخ وأخته بضوابط كل واحد بضوابطه أما بينه رجل وامرأة مالهم في بعض فهون شو أخبار الشهوة شو أخبار القلب شو أخبار التعلق شو أخبار العواطف فيخرج عندك رجل ذكر لماذا رجل؟ لأنه في فرق بين الثنتين ذكر مستمر الموضوع لدرجة يعني لما يجي حدا من بره ينظر له بيستشنع الموضوع انت كيف بتحكي هيك وبعض الأطباء بيدخل على المريضة بكل بساطة أولا يفتح الباب بدون استئذان ماليضة أبصر كيف حالها كيف تكون بمد إيده يسلم عليه المنظومة اللي انت فيها فيها خلل شديد وأكيد هذا عندك في العيادة له تبعات نفسية عالية والطبيب نفس الشيء الطبيب اللي ما تيجي تفحص ولا تيجي مع الذكور نفس الإشكاليات بين الطرفين فهذا كاسر حواجز كثير فهون إذا صار في عاد خلوة وكذا فممكن تخرج أمراض زيادة وتجاوز حدود أعلى وحتى إذا صار فيه علاقات وزواج معظم اللي بدخلوا في الزواج في هذه الزواج شرعي بكون عنده مشكليات في إيش فإن أنا طب منافع عندي غيرة برضو وأنا عندي فطرة بصير تتحرك بصير ظهر مشاكل أكثر بصير عنده مشكلة أصلا أنه زوجته والله تروح الدواب اللي هي طب ما هي انت الزوجته هي بالدواب وانت تعرفت عليها هي بالدواب فإن شو المشكلة انت هذا كلام تحكي أول ما بتحكي هسا وهي بالعكس انه آه طب هو كيف حكم على الممرضة كيف حكم على الدكتور كيف حكم على الدكتور بل كأنه مثلا بقعد يشربوا كنس كفية هسا في البريك هاي أمراض كلها بتطلع تتالي وتورث للأبناء فهذا الاختلاط على مدى صراحة على وسع فانت بطبيعة الحال اللي مش مسلط عليه ضوء وما في إله هيبة عالية من التخصصات الثانية راح يطلع فساد عالي ومصائب يعني نحن نعرف أنه نحن 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 نفتح الموضوع صراحة آه لأ فيه فيه بس أنا خصوصا بالنسبة للأطباء يعني وطبع مع الثقافة الغالبة تبعت أنه شو الكلام عن الاختلاط وما الاختلاط نحن ناس كبرنا على هذا الموضوع صحيح نحن حتى الإسلاميين بنقص إن هذا الموضوع فكوا زماني يعني شو نحن جماعة إسلامية ما دم نخاطب كل شخص بنفسه يراجح حاله شاب صاحبنا كنا سنة سادسة طب ما لجد أخل يعني لا بإسلاميين ولا متديني وكذا بس بنيادا محترم بيقطع بصطلاة كان وقته وكذا يقولي بتعرف خلاله أنتار شو منسوي إحنا في هذه الحياة من يجب نزبط هالبناته من روح سنة سادسة طب أنا بأحكي لش سنة أولى مراهقة يعني نقول لساتها بفاتعة طب مش سنة ثانية لسة طلع من المراهقة ولساتها يبلش يزبط سنة سادسة بس هذا مثال مش للاستثناء هو مثال هو متكرر كثير نعم نعم أنا بأحكي أنه هو كان بيحكي كنت أنا وقت ببلشت أتعرف على فقه النفس قبلها بسنة سنتين وبأحكي بهذه الأشياء فهو فعلا بيحكي عن فكرة من أنا ولي ما أنا يعني إجابة السياق أنه فعلا شو منسوي في هالكل يجب نزبط هالبناته من روح شو منزبطه انت طالب سنة سادسة يعني إيش آه يعني هو فاهم أنه هذا الاهتمام بالجيم والاهتمام بالرياضة والعضلات وهم اهتمامهم بالشكليات وكذا جزء منه تضبيط مش ضروري التضبيط للمعذرة يعني أنا أسف أحكي بهذه الطريقة لكن في مستوى ضحل ومتدني شوي من موضوع التضبيط تبع المعذرة تبع الأسواق والباصات وكذا لا 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 أنا فاهم أنه طلبة الطب نوعا ما يعني كثير منهم من أسر محترمة كثير منهم حتى ثقافيا وكذا فبيكون مستوى أعلى التضبيط يعني خلني أحكي أسهم طبعا ما كله تحت بس بحكي هو عن مستوى أنه لا يعقف الكلام ومش تضبيط يعني لا بس هم احنا عارفين شو اللي بسيط هو طبيعة أنثى وذكر نعم تجاهل الآن شو في حلول حلول بسيط يعني شو هي مدام منظومة فيها إشكال فحلها كامل صعب نعم يعني أنا من نسبي لي أتكلم فيه لكن تكلم عن حلول قد يحمي الإنسان فيها نفس اللي ذكرنا أول صحبة شو صحبتي اللي معاي بتسندني وهذا معلوم على الصحبة مشان ما أنسى الصحبة من فوائدها في الجامعة حماية من المشاكل وبرضو حماية فكرية وطريقة للتفكير والتعامل مع الناس كيف هذا أنه أنا إذا كان صحبة كلها من نفس التخصص فكلنا عقل واحد هلو مدخلاتنا واحدة مخرجاتنا واحدة تقريبا اختلافها بسيط اللي هو يعني اللي بيجيكم بره الاختلاف بالضبط حتى تعرض المشكلة للمشاكل الحل بتكون في نفس المنظومة للتفكير بينما لو الصحبة هاي فيها طبيب ومهندس وطبيب من تخصص ثاني وطبيب أسنان وصيدلي وواحد مش درس جامعة وواحد رياضي إذا هذا الخليط طريقة التفكير مختلفة تماما والنظر والتحليل للأمور كثير مختلفة قد يخبر الطبيب برأي فمين من يمسكه اللي مش بالجامعة يقوله ترى ما هو انت ما يعني هذا الموضوع مش فيه حياة وفيه خلق وفيه كذا وممكن يفتي الصيد اللي في شي فيمسكه مين للأسنان يقوله طب لا شوي فبصير لأنه هاي كلية مختلفة طريقة التفكير مختلفة الناس ما تدرك انه دراسة الجامعة هاي بيئة بيئة واحد بدخل بشخصية والكل بعرفها بدخل في شخصية بخرج في شخصية ثانية هو بدخل في عقلية معينة وطريقة تحليل وتعامل وشكل وهيئة وهاد بيطلع في شكل ثاني وشخص ثاني ليش لا بيئة فنفس الاشي أنا الصحبة اللي دخلتها أنا بحب أسميها تغريب التخصص تغريب الصحبة بيكون عندك صحبة من خارج صحبة من خارج تخصصك بتحفظ عقلك وبكون نظرتك أوسع وطريقة تعاملك أكثر مهارة وبرضو حماية لك إذا كانت هذا الصحبة المختلفة في عنده شيء من الصحبة صالح من تطبيق شرع الله عز وجل بدرجات متفاوت بقدر واحترام لهذا الشرع فهنا والله هذه صراحة مغنم صحبة صالحة صارت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة العياة الدولة في موضوع الصحبة الصحبة هذا من أيام الجامعة أنت ذكرت يعني في زياق الجامعة بعدين لما أفوت التخصص نفس الشيء أنا إذا إلي صحبة بره تخصصي والله أنا يعني أنا من الناس اللي إلي صحبة صراحة يعني يعني لا أستطيع شكر هذه النعمة يعني الصحبة اللي حولي فيها تخصصات مختلفة لما أجلس مع فلان من خارج الطب مش طبيب هو أكلمه مثلا عن شيء عن تحليل معين لا شغل معين فيبلش يجيني بأشياء أنا صامت آه والله صراحة أنت فيهم بحكو تفكير خارج الصندوق هو صندوق صغير أصلا في صندوق ثاني فبيجي عدد الله آه والله صحة بفتح لي فأفق كثير واسع ونفسه وأنت أكيد تدرك هذا الشيء من فهون فهون هذه صارت صحبة أنا مش صحبتي لأنه أنا هيك أنا طبيب أنا إنسان أنا نفس جزء مني طبيب وجزء مني آخر والله صحبتي وكذا بلاشت قسيمة الأجزاء هاي هو أنا في أكثر من مكان من الأمور والله موضوع هاي ممكن تكون لطيفة يعني صراحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تهاد وتحب صح؟ ما أعرف صحة الحديث لكن أعرف لكن معنى صحيح تهاد وتحب الهدية تقرب موضوع الهدية تقرب والهدية تكسر الحواجز كثير موجود في الجامعة وما بعد والله أنه تفضلي تفضل أنا والله عامل وحدة عامل عيد ميلاد فأتفضل والله أنا منجح أخوي في التوجيه فأتفضلي فموضوع الضيافات هذا إذا أضطر بإطار حاجز ما بحكي أنه حرمة ولا يعني برضو الناس سأقول لك إله إليحي معاته بفتي هذا يستفتش بس نحن نحن عن ضابط بحكي عن ضابط متعلق في العلاقات إيش المشكلة إذا إجت زميع يعني بالمصطلح الزماني اللي الناس بيحكوه والله تفضل والله هاي مثلا عملتهم اليوم أكلة مش عارف إيش لا يعني شوفهم هس أنا يعني ليش أنا ليش الرفض هذا الرفض هذا قد طبعا في إطار معين بصورة معينة قد يكون نفس الطعام موجود أنا أكل منه بس بس ما إله دخل في موضوع اللي هو الإهداء هذا اللي هو المبادرة في الإطعام هذا بكسر حاجز هلا إذا أنا هذا بالنسبة لي مش حاجز في عندي حواجز ثاني يعني كل إنسان أدرى بنفسه والله أنا حواجز اللي حاطة ببالي بس لازم يكون في حاجز بدون حاجز الأمور بتسيب تصير ميمعة ولذلك أنا بخطور لي صراحة أنه يكون ومجرد ما إنه الموضوع يبقى عندك نبدأ أسميه هاجز لأنه مش مطلوب يكون هاجز لكن المطلوب يكون حاضر في ذهنك هذا الموضوع موضوع فطرتك الشخصية زي ما موضوع جزء تكلمت فيه أنا وحسام سابق موضوع حياة القلب نوعا ما وكذا بس هي فكرة زي ما أنت بتتعاهد إيمانك تتعاهد استحضارك الآخر فبتتعاهد موضوع علاقة الذكر بالأنثى العلاقات العامة والعلاقة الذكر بالأنثى خصوصا وأنها مسألة تحتاج انتباه وأنه ما بتكبر عليها ما بتكبر عليها بتكبر عليها معناها بالعكس أنت بلشت تشيب وبلشت تصير مش بني آدم يعني فهم مشكلة فبالعكس أنت كرجل يعنيك من رجولتك أنك تبقى في هذا إنك كأنثى من أنثتي كأن تبقي على هذا فكلما تعاعد ech هذا الأمر يبقى عندك الموضوع حاضر فأنا قال طلعت من القرية تبعتي ولا مش عارف وين كنت وصرت في الجامعة في المدينة ولا في مدينة ثانية ولا أنا now كبرت على الموضوع لا ما بتكبر على الموضوع صرت سنة ثانية كبرت على سنة أولى لا لا ما كبرت على الموضوع صرت في المستشفى كبرت على الاشياء الجامعة لا ما كبرت صرت مقيم كبرت على أشياء الجامعة والشياء اللي كنا صغار كنا نشدد فيها و كنا الطلاب و الطالبات الشيخ سعيد الكيملي بذكر في واحد من المقاطع أنه والله الحج عمره بما معناه عمره تسعين سنة وين طالع والله طالع أقوض مع الشباب والإنسان ينظر لنفسه بالحركة هذه بالجدوة الشاب و هذا يساعد الإنسان أنه ينظر لنفسه أنه لساته في فعلاً حيوية هذه و فيه بل هذه يعني سبحان الله الثقافة الغالبة اللي جعلت أصلاً فكرة المعذرة الميل الذكر الأنثى والأنثى للذكر أصلاً شيء عيب و لم تجعله من الفطرة المحبة بل كان أكمل الرجال صلى الله عليه وسلم في هذا الميل و كان أقوى فيه من باقي الرجال و طبعاً بضبطه و بكل ما فيه لكن أقصد هو صار التكبر على هذه الفطرة صار هو المفضل يعني البني آدم اللي مش هيك اللي ما عنده ميل أو يمثل هذا هو الأفضل كيف أفضل؟ هذا بالعكس هذه مشكلة بتحتاج علاج فإذا لا أننا نرجع على الفطرة و نراقب هذا الأمر في أنفسنا وأنا أعتقد واحد من أهم الإشكالات اللي بتحصل أنه الواحد خلال فترات الجامعة خاصة في الطب وبعدين الإختصاص وبعدين الإختصاص العالي وهكذا و كأنه بيتصور أنه بيكبر على الموضوع أنا بجزل أنه صار معايا العكس شو العكس اللي هو يعني شخصياً بلشت الموضوع بالشكلوب و بلشت ألتزم بالضوابط يعني اللي هو تعالى فصلت أشوف الناس اللي المعادرة اللي بيكونوا أصلاً من يعني كانوا شايفين أشياء غلط و كذا وبعدين صار يقولوا طلع ما فيه شيء كل شيء بيطلع ما فيه شيء بعدين بيوصل بيصير أخصائي و بيصير أتوا أنت ما يفهم كلامك غلط بجزء أنه أنا طريقة نظرتي للموضوع اختلفت يعني مش الهيئة اختلفت ولا أنه أنا مطالب بالالتزام من أوفر و آخر آه نعم نعم وأنا نفسه المحاسب هنا أنا محاسب هنا آه نعم بس أنا بحكي عن مدى التزام بهذا الشخص من الأمور برضو هي حتى ما تفهم خطأ أنه تفهم والله عقدة نقص ولا مرض ولا هاجس ولا وسوسة هي منظومة كاملة منها من هذا المنظوم أنا كيف أنظر للمريضة مش تيجي مريضة و الطبيب يكشف عورات يعني لا يطلع عليها معظم الناس إلا أقرب الزوجي فقط طيب أنا كيف أنظر للعورات هذه شو الضابط الداخلي وهذا طبعا شيء باط كيف أنظر كيف أضبطها من التفصيل اللطيف أنه أظن قرأت الإمام بن القيم في الموضوع أنه أنا إذا وجدت عند الحاجة نظر في الحاجة إذا وجدت شهوة هذه أجدها من نفسي فعندها أنا قد يجب أنا طبيب وأنا المريضة كشفت وأنا بفحص قد أجد من نفسي شيء فأنا هناك هناك يجب علي أني أغض بصري في ضمن هذه الدائرة طيب لا في وقت آخر ما دام في حاجة أنه والله آه بقدر أنا الأمور تمام هذا هذا حس داخلي كيف دي تنبه له إنسان أمور سائبة يعني طيب بعد شوي طب المريضة عفوا مكشف مثلا بطنها خلصت الحاجة فيش داعي أظل أحكي مع المريضة وبطنها مكشف يعني إيش الداعي هون والله مثلا أخت مثلا منتقبة إجت على الطوالة لحاجة معينة كشفت نقابها خلص خلصت الحاجة يعني إيش المشكلة خلص والله إنه انتهت والمريضة عادة ما بعرف نفهمه بباتك دعا أنت أمين أمين على الطبيب وهون هون أمانة صراحة مش سهلة نفس الإشي والله إن الطبيب أنا نفس نفس المنظومة والله أفتح الباب وأفوت على المريضة طب المريضة هاي شو حالها مش برضو يعني الواحد عفوا في البيت بعرفش أنا بعرف هيك المفروض فوتش على أخته هيك يعني بفتح بفوت ولا على أهل ولا بدق الباب بس أذن كذا طيب هاي المريضة برضو مش عورة مش ما أتعامل معها كجسد نفس الإشي الطبيب المعي ما أتعامل معها والله كشيء موجود زي أو زي أي شيء ما حولي بالعكس هاي نفس يتم التفاعل معها وتتفاعل مع غيرها أنا بجوز فيه تنبيه على موضوع التعامل مع بين الذكور والإينات هو في جانبين في جانب الضابط الشرعية العامة اللي ما العلاقة بشهوة وعدمها وفيه ضابط الشهوة ضابط الشهوة هذا بيجعل حتى المباح في سياقه محرم يعني الآن أنت ما بصير تلمس الأنثى بغض النظر الآن كطبيب بيجوز لك في سياقات معينة هذا إذا صار في شهوة أو كذا بيصير حرم لأنه بعض الناس بيقول لك بما أنه أنا ما في طبعاً هاي النظر السادس جداً مجوزة نحن متجاوزين عشان شو سياقات حتى ما هاتفهم خطأني برضو أنا لأنه أعاني من مشكلة برضو مع كثير من الأطباء بدي أفحص ببطن مريضة عن بطنها بوجهها ولبست الكف طب إياه نفسياً في حاجز ألبس الكف المخصص للفحص ولا بإيدي طبعاً مع الكف أفضل مع الكف أفضل قد يكون الموضوع لسا لا قد أضطر أني أفحص المريضة بإيدي مباشرة مريضة حالياً قد تفقد نفسها وأنا بدي أمسك المريضة اللعبين ما أجيب خاصة إذا كنت أنا في مكان ما فيه شيء مفهم فبدأ أدول أتوتر أنا لأنه عندي عقدة فالموضوع صار في حفظ نفس مفهم فالموضوع يقدر بقدره فمشانيك الرقابة هي بين قلب المرء والله عز وجل لكن يبقى حاضر أنا أقصد ومجرد أن الإنسان اعتاد مناظر معينة وعتاد شيء معين فبيقول أنا لا أجد من نفسي شهوة طيب أنا بعرف أنا برضو بني آدم في هذا الكل الأرضي ومش كل المعذره إحنا جزء من علاج أنا أقصد أنه برضو بعض الناس لما يسمع بيقول يعني هو الرجل كل ما يشوف شيء من المرأة يستثار لا مش بهذا الشكل ومش كل مرأة تستثير فهو مش الموضوع متعلق بالشهوة متعلق بالضابط بشكل عام ما له علاقة الشهوة بيجي ضابط إضافي يعني بالعكس بيزيد الموضوع حتى لو كان في حاجة بدرجة معين فهذا بيضبط الموضوع أنا أعتقد أنه مهم التنبه لهذا لأن بعض الناس بهذا المخادعة بتيجي أنه أنا شو فيها من نشغل مع بعض النسي كافية شو فيها من نروح ومن يجي مع بعض شو فيها من نتعشة مع بعض شو فيها من نعمل عيد ميلاد مع بعض وهاكذا النبي صلى الله عليه وسلم ود لو كان فيه ما أخرج للنساء في المسجد النبو النساء بتيجي على المسجد شو تسوي تتعبد الله عز وجل والرجال بيجوا على المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله عز وجل ليش بدوا يكون فيه عشان فيه شهوة والله أنا مش قادر أصلم فيه مرة وراء هو هو ضابط لا بد أن يكون علاقات الناس والمجتمعات إذا كسر ضابط بزاوية أخرى من المجتمع الاحترام الأب عند الإبن فيه خلل نفس الشيء هاي الأنثى والذكر لا بد أن يكون فيه ضابط والناس مش على قلب واحد طبعا إنسان قد يضعف في حين وبذلك الضعف يحمي الضابط الموجودة إذا ما وجدت الضابط في ضعفه والله يعني يصبح في مكان كثير سيء وهذا مسألة مهمة التي تفضلت فيها اللي هي هذه الضابط خصوصا بين ذكور الإناث في موضوع الميل بين الذكر والأنثى فعلا هي بشكل أساسي كما بيّنت النصوص الشرعية هي للوقاية هي للوقاية والحماية وليست لمجرد لأن بعض الناس ينزعها من الحكمة الظاهرة يقول لك إحنا بس نفعل هذا عبودية لله هذا طبعا أكيد لكن الله عز وجل أظهر الحكمة سواء الحجاب البعد عن الاختلاط كذا كذا قال فيطمع الذي في قلبهم ذلك أزن أن يعرفنا فلا يؤذين ففكرة الوقاية والحماية خصوصا للأنثى هذا يعني الحكمة من هذا الله عز وجل أظهر لنا منها وهي شيء موجود والشواهد كثيرة جدا يعني كم قضية إجتني أنا من إناث طالبات طب وطبيبات أحيانا حتى في الاختصاص في موضوع ابتزاز جنسي من زملائهم من زملائهم بعد صدر وبعد كذا طب ليش نوصل لهناك ليش ما أطبه على أساس كبار وعأساس عاقلين وعأساس بارغين نوصل لهناك طبعا ألغيين اللي يتلب بمثل هذا وأنه يطلع منه الله يتوب عليه بس أنا بقصد أنه يستفيد من يريد أن يستفيد من هذا بس أنا بدي أرجع آكد عن موضوع فكرة الواحد يظن لما يظن من نفسه أنه كبر على هذا الموضوع يعني في اختصاص الطب النفسي لما بدأنا اختصاص ووصلت أنا سنة ثالثة أو رابعة أو شيء من هذا فأنا أعتبر مقيم من المراحل الكبرى يعني فكنت وكنت وقتها إذن مش غلطان المسؤول عن المقيمين أو ما قبلها بقليل أني كنت برضو انشبه تشيف الرزيزانتي يعني كبين المقيمين يعني لي مكانتي فكنا من نجلس في مجالس بعض منها كنا ندارس فيها بعض مسائل ترى يعني إشياء التزكية وإشياء العقيدة وكذا كنوع من معالجة بعض النقص الموجود صراحة في الطب النفسي لكن واحدة من المسائل اللي قلت لهم نحتاج أنه نتكلم فيها موضوع التعامل بين ذكور والإناث بدأ يكثر عدد المقيمين والمقيمات كان قبلها بفترة كان فيه بس مقيمات إناث وبعدين هذا قبل ما نيجي احنا كان فيه مقيمتين ثلاثة إناث بعدين صاروا ذكور بعدين صار فيه بعض الذكور بعض الإناث بعدين تكبر العدد وصلنا ذكورا وإناث خالد أنت بتحكي عن هيك معظم أقسام الطب تقريبا آه نعم بس احنا لأنه قسم كان صغير في البداية ثم كبر على وقتنا وكذا لكن الفكرة أنه بدأنا نتكلم عن هذا الموضوع عدد من المقيمات خاصة الإناث أصلا هما بين قوسين كانوا قريبين للجو التدين في أيام الجامعة فكان هناك نوع من التعليق على فكرة آه أنه أيام ما كنا يعني كنا زمان يعني بما معناه اتشدد في هاي الشغلات أنا طبعا هناك أنا أوقفت الموضوع أنه لا 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 هذا الموضوع لازم ننتبه له ونضبطه إحنا بالعكس إحنا الآن في مرحلة أحرى أنه يصير للقرب مشكلة لأنه أنا بدأي بعد خمس ست سنوات مع بعض يعني إحنا مش سنة من نداوم مع بعض لا لا إحنا من نداوم أربع وخمس سنوات بعض تخصصات ست سنوات مع بعض ومش مع بعض هيك لحالها لا لا دوام دوام إحنا أيام الجامعة شو اللي من نداومه في الجامعة نحن نلعب في الجامعة خصوصا أنت تخصصكم في حذر زائد لا بد أن نكون في علاقة الطبيب مع المريض الطبيب المريض هسأ بدي أجيب بس أنا بدي أتكلم عن موضوع الطبيب والطبيب الطبيب والطبيبة ذلك أنه إحنا من نداوم مع بعض فترة طويلة كل يوم ومش بس هيك في أيام ممكن نناوب مع بعض مناوب مناوب يعني ننام في المستشفى كل أحد في منامت وصحيح الذكور عنده ذكور بس بالأخير إحنا بالليل مع بعض في المستشفى نحتاج أحيانا تفاعل مع بعض أحيانا المستشفى اللي هو فاضي تقريبا نعم بس يعني اللي هي وفي وجبة غدا وفي وجبة عشاء ففرص تقارب كبيرة جدا فإحنا أحرى أنه ننتبه لأنفسنا من لما كنا طلاب وذكرت لهم آثر معروف عن ابن عمر إذن مش غلطان اللي هو كان يرى أنه المرأة إذا قامت من مكان فلا يجلس في مكانها إلا إذا برد هذا المكان يعني لا يجلس على مكان فيه هدفة أنثى سبحان الله فكنت أقول لهم بتلاحظوا أنا يعني أتيت لهم بمثال من عندي قلت لهم ما أعرف إذا بتلاحظوا بس أنا لما نكون في العيادة إحنا بيكون الأخصائي جالس وراء المكتب وإحنا المقيمين في بيكون عادة جهاز أو جهازين كمبيوتر وراهم المقيم عشان يكون مرافق للأخصائي يكتب فيكون في مكتب هنا ومكتب آخر وفي مقيمين أحيانا بيحصل نوع من التبادل اللي هو بفوت أنا بيدخل حدا ثاني كذا يعني بيجي دور دور عن دور بيقولهم ما بعرف بس أنا بديت لاحظوا أنا أنا لما أدخل وتكون واحدة من الأخوات جالسة على الكرسي وبدي أجلس أنا مكانها بدي أتقوم بظل واقف وباشتغل شغلي وانواقف على الكمبيوتر بعد وقت بعدين بجلس بيقولهم ليش فأنا جبت الأثر بهذا السياح قلت لهم ليش أنا بعمل هيد ما أحد خطر عبالهم طبعا من أمده يخطر عبالهم يعني فقلت لهم الأثر عن ابن عمر طبعا هم ما كانوا وكانوا على رغوصهم والطير إنه يعني في شلال درجة يعني قلت لا هذا مهم بس يفهم الكلام هذا بأنه أنه أنت شو نظرتك عنه وأنت شو يعني شو أنت في داخلك يعني لعالهم بالجزء يعرفوني يعني أنا بيعفوني بجزء شخصي يعني بيعفوني يعني بيعفوني كويس يعني بس خطر أن بحكي بانقول ما بحكي عنه آه لكن ممكن من يسمع هذا الكلام أنه آه أنت يعني شايفنا شو شايف الأنثى وشو شايف الكذا لا لا هذا مهم هذا احترام إليك هذا احترام إليك هذا لو أنه أختي مكانك لو أنه أحده بيعنيني مكانك كنت أحب أن يكون هناك رجل يتعامل معهم بهذه الطريقة آه وهذا صراحة بوديني لنقطة كنت أحكيها في البداية عن موضوع حتى مرحلة الجامعة وبين قوسين قبل مرحلة أنا بحكي عن حالي أني أبدأ ألتزم بالضابط الشرعية كالتزام شرعي أنا أعتقد أنه جزء أساسي من هذا الأخلاق الأخرى الأخلاق التي تدعو لها الشريعة لكن الأخلاق الأخرى وبالنسبة للرجال هي الرجولة وبالنسبة للإناث هي الأنوثة أن أعيش أنا كرجل أنا ما بس توعب كيف رجل بيرضى ما يفعله مع الإناث حتى لو كان ما أبدأ أقول حتى لو كان الشرع يقبل به لأن الشرع ما بيقبل شيء مخالف للفترة لكن شيء أنت ترى فيه امتهان للأنثى شيء لا ترضاه لا ترضاه لزوجتي كله كانت مكانة بس باقتصابي هذا لا ترضاه ما بتحسن أنه غلطي يعني ما بتحاسب نفسك عليه وأحيانا صراحة أنا شخصيا أحيانا حتى بعض الأمور التي قد يكون فيها بعض السياق اللي قد يكون شرعا يعني فيه له وضع لكن لأني لا أرضاه أنا احتياطا زائدا خلينا أحكي أو دعني نسميها غيرة كذا على أهلي بينه بالنفسي برجع بقول يعني لو أسوي غير هيك لو يكون أفضل غير هيك فأعتقد أنه الأخلاق الشرعية الأخرى أنه الواحد يتعامل برجولة يتعامل بمروءة يتعامل بكفاءة يتعامل مع الناس هذا بيعينه أنه وهذا للأسف البيئة البيئة سواء كانت الأكاديمية أو بيئة المستشفى أو شو مكان ليست بيئة تعين على المروءة مثلا هو سؤال قد يعني هم يسألوا أي شاب لنفسه شو الصفات اللي لابد أن تكون عندي حتى أكون رجل هو مبدئين لابد أن يعرف أنه هناك فرق بين ذكر والرجل بد أن يأتي سؤال الصفات كرجل أنا ما بحكي كرجل مؤمن كرجل يعني لسه نحن بنحكي اللي هو الصفات طبعا هو الغاية أنه حتى أكون أنا أطبقي إشارة على الله عز وجل ما أستطيع فأعتم أنه ما استطعتم ما أستطيع وقد تكون استطاعات بعض الناس البسيطة هذه عند الله عظيمة بقدر أعمال كثيرة لغيرهم يعني فهو برضو إحنا حتى الواحد ينظر الموضوع من نظرة كاملة أنا الواحد يسمع الكلام هذا يقول لك آه معناته إحنا عين آه بالضبط لا هو مش هيك هو زي ما أنا مطالب بهذه دعني نحكي بمعاني الشرع في الضوابط اللي نعرفها من أهل العلم غيري برضو مطالب فيها والله أنا حصلت جزء معين هو غيري استطاع أن يحصل جزء أكثر لكنه مش ظاهر لكن طبعا الفلتات تدل على الباطن يعني يعني وكل إنسان أدرى بنفسه فهو التركيز أنا بالنسبة لي على باطن النفس إنه هو أنت إيش ترى من نفسك بينك وبين الله عز وجل في هذا الباب اللي هو منه الاخترار طب ما هو برضو في مشكلة أخرى مثلا موضوع أنه أنا نظرت إلى المريض والله يعني ونتابجه أكثر هدف لتخصصكم لابد ممتابعة في الجلسة نعم إحنا الطوارئ أقل شوي إنه أنا هذا المريض أقول له يرجع كمان جلسة ولا لا طب ما هو كمان جلسة ما هي فيها زيادة كمان مصاري ولا لا إذا أنا دخلت إحنا علينا تهمة إحنا الطوارئ على الأقل في المكان لأنه أنا فيه التهمة يعني في إلها مبطلات يعني بستطيع الرد عليها لكن تهمة موجود إنه أنه إحنا بندخل المرضى ليش عشان المصاري أنا بيجي المريض آه إدخال مستشفى أنت وضعك خطر لازم تدخل مستشفى ليش عشان المصاري هو خلل قد يقع فيه الطبيب طبع وبعض المؤسسات تلزم الطبيب بأنه يشتغل على نسبه فهو مش راتب ثابت يعني هو إذا إذا ما دخل ما بيجي بالضبط فهون يعني يقع في حرج صراحة يعني يقع في حرج نفسي بينه بين حاله وأخلاقي أنه أنا ألزم هذا المريض على دفع مبلغ قد يكون هو يستدينه ويدخله في إشكال سنوات مشان أنا يطلع لي دنانير يعني ما الذي يطلع لي لا يقارن بمبلغ الذي يدفعه الذي يذهب إلى المؤسسة أكثر فهي برضو هذا هذا ضابط أخلاقي بينه وبين الله عز وجل بينه وبين نفسي ضابط آخر اللي هو أنا ما أفسد هاي برضو من الأشياء برضو الطبيب يطلع على خصوصيات علاقات الناس ببعض والله أنا بتيجي زوجها مثلا فيه خلل صار بينها وبين ابنها أو بينها وبين زوجها أو زوج فأنا عرفت فيه فأنا برضو بدي أعرف يكون عندي شيء من الأمان والحكمة في التعامل ابتلى الله عز وجل يعني قدر الله على أنثة مثلا أنه من ضواب من مشاكل الاختلاط هذه أنه يصير فيه عندها حمل وجاءت للطوارئ وهذا حصل هذا حصل رسميا عندنا في القسم وجاءت للطوارئ ومين اللي أحضرها للمستشفى أخوها تمام؟ الآن هي إذا أنا عارف أنا كطبيب أنه اللي قامت فيه معصية معصية عظيمة لا شك تمام؟ لكنها مش كفر بالله عز وجل معصية واللي جايبها أخوها وعارف أنا طبيعة الهيئة اللي جايين أنه فيه نوع من المحافظة اللي قد تؤدي لشيء شديد يعني بكل بساطة إذا أنا بكل والله يعني آه ترى مبروك والله في حمل فممكن تقتل في مكانها تمام؟ بالثقافة اللي جاي فيها طبعا إيش تصرفه مع الموقف هذا تصرفه يكون حكيم كطبيب أنت يعني المريض أمنك على معلومة فأنت بدك تكون عاد إيش يعني بدك تحتوي تتحمل هذا الأمان بدك تتحمل الأمان وتعرف تتخلص يعني توجه المريض للصح هو بيجينا مريض والله طبعا بعض المرضى بيخافوا والله أنا بيخاف على حال يعني كيف بيخاف بس من الأسئلة اللي بنسألها ومن كل يتطب أنه والله بتشرب يعني نسأل الله سلام العافية فيه سكر ولا كذا بعض الأدوية بنعرف الكبد بنعرف بعض المضاعفات الحالة اللي جاي فيها لا فبس أغيب بيجي بيسأل الممرض بيحكي له أنا بشرب بيجي له دخل بالدول بدي يعطيني يا الدكتور أنا بعرف من الممرض هل أنه أنا رح أروح على المستشفى كلها تعرف أنه هذا المريض ترى جماعة برضو معاه أخو وبيجينا ناس أمراض منقولة جنسيا بيجينا ناس شرب ناس مخدرات ناس كذا أنا إذا بلجت أحكي للمرافقين بطريقة غير حكيمة أنا ضريت وما ضر أكثر من اللي جاي فيها ممكن فبرضو هاي نوع من الأمانة وهاي برضو مراقبة بين الله عز وجل فتبتحكي أنه ضابط الرقابة ضابط أساسي ضابط أساسي من بداية وعي على الموضوع أصلا هو جزء لك أنه أصلا لكون الواحد فعلا يعي أنه مهم يراقب نفسه ضبط يعني عليك إحنا لما ندرس في كلية الطب الطب وأكبر تاريخ ندرس ندعي أنه ندرس علم الطب علم الطب علم عظيم علم عظيم يعني إليه على الأقل قديش 2000-3000 سنة يعني علم قديم فإيش ندرس عنه إحنا ندرس آخر كم مئة سنة ليش طيب ما نعرف عن تاريخ الطب هل هو بسبب موجه هل لأنه اختلف أصلا تحليل الطب منه كان الأخلاط الأربع عدين صار والله الفسيولوجي والتفاصيل والدم ولكذا هل لأنه في نظريات كانت خاطئة شو التفصيل أنا ما بعرف لكنه أنا جيد أعرف عن تاريخ الطب مش تاريخ الطب اللي يذكر والله اخترع ابن الهيثم واخترع ابن نسينا لا لا مش هذا لا إحنا ما إحنا ندرسه خلاصة تطبيقية يعني الطبيب اللي بيخلص هو اللي معاه فعليا هي شهادة أكاديمية مهنية أكثر ما هي شهادة أكاديمية هو بيستطيع أن يمارس لا يستطيع أن يتكلم بالعلم تبع الطب إذلك إحنا ما أنت بتعرف في كريبس سايكل هاي من ونجات لا تبتعرف هذا البروتون بومب أنت دار عنها شو هل عليها دليل علمي ولا هي فرضي ما أتعلم وبرضو بعض التفصيلات لما أنا كطبيب يأتي مريض يسألني دكتور أنا بصير أخذ عسل علاج للمرض اللي عندي العلاج طبيعي هذا ما نعرف أنه العلاج العفو البديل طب العسل أنا مجرد ما أحكي لا إذا أنا ما فكك من عي إذا هو رد علي رد كالتالي الله عز وجل قال أنه فيه شفاء نسيت الآية لكن أو أنه رد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كذا واحد من اثنين إما سأتأكبر على هذا الكلام اللي قاله وهن مشكلة أو أنه رح أحرج يعني رح ألجم بسكت مخرجي إيش هو لازم عارف كل شي ما بعرف يعني ما بعرف نسأل أهل الاختصاص يعني برضو وفي مخرج برضو أنا أعرف شو الفرق بين الطب النبوي والطب الشعبي والطب العشبي والطب البديل فيه فرق بينهم ولا هي تسميه وحده طب إذا فيه حديث ورد فيه طب لهذا يؤخذ فيه في الزمن هاي كلها تفصيلات هاي ملزمة طب شو فقه أنا بهس نحن برمضان بيجي مريض بسأني هالدواء بفطر أو لا أهلاً وسهلاً هذا سؤال يعني نحن ما بنعرف لا أبواب الفقهية في الطب ولا حتى الطبيب نفسه يعني حكم الطب ومتى أنا كطبيب أضمن أضمن اللي هو أنا أضمن بد أدفع للمريض هذا تعال أنا فيها أحاديث واضح فضلا عن تفاصيل فقهية سبحان الله وشو لي يجوز ولي ما يجوز حتى في موضوع العورة وكذا كلها هاي أحكام هاي فيها أحكام فقهية نحن نحن نعلم أنها شيء بس هو نحن نحن نحكي عن إشياء في الطب نفسه فيها يعني الطب البديل لا نعرف عنه بشكل جيد تاريخ الطب العلم كيف يؤتى العلم حقيقة علم الطب نفسه كيف يؤتى ومن أين يؤتى به أنا قصور فيه صحيح حتى مادة الأخلاق اللي تدرس في الجامعة أذكر اللي درسناها هي مادة في اللغة الإنجليزية لا أذكر أني كنت فاهم منها شيء لا ولا شيء لا ما هي درس أخلاق هي درس قواعد يعني تعامل المريض مع الطبيب كذا شيء لا 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 سلايد وبعد ما تدرسها سنوات قبلها بالضبط يعني هي مادة ساعة وكانت يعني شغل من خيال تعلمات كان في يعني العميدة عنها في كلية الطب كانت قامت في زي كان مؤتمر عن موضوع الأخلاقيات الطبية وكان كان جزء أساسي أنه كان في محاضر من كلية القانون ومحاضر ومن كلية الشريعة لكي يتكلم عن الطب من جوانبه المختلفة ومبادرة طيبة صراحة ومثلا الأحكام الفقهية المتعلقة بي سواء الأخلاقيات الضمان نقل العضاء هذه كان الأسئلة فيها في السياق القانوني والسياق الشرعي وعلى أساس أنه يخرج من هذا وبدأت المخرجات المفروض تضبط إنها يكون في مادة أخلاقيات ماشي بتنعطى بأحد من السنوات لكن هذا لا يكفي أن تكون مادة يعني مادة الأخلاقيات وما فيها من هذه المسائل المختلفة تدخل في كل مادة تطبيقية في النسائية وفي الجراحة وفي الباطن تكون هي مادة عليها مدار أنه هذا الطبيب يخرج من مرحل لمرحل أولاء أنا كيف أسلم هذا الطبيب أرواح ناس وعراض ناس وموضوع قد يطل ولذلك أصل في كثير مؤسسات طبية في العالم المؤسسات التي تضبط السياق الطبي إنه الواحد لو أخطأ طبيا ما يسحب منه الرخصة أنا إذا أخطأ طبيا بضمع بدفع لي مليون بدفع لي ألف بدفع لي ألفين مليون مئة ألف أحبه حسب لكن أخلاقيا ممكن تسحب منك رخصة الطب وتمنع من هذا تماما ويعمم عليك أنه أنت هذا بني هذا ولا يصلح للطب فهذا مهم يعني نسأل الله زوجاني كلنا دور في ضبط هذا وأنه يعني يسر الأمور نحن فتنا من العلاقات لموضوع الضابط الشخصية على أساس أنه نستعجل في الأمور وأنا أعتقد أنه هي الأبواب التي طرحناها أبواب مختلفة ولعله هناك أبواب أخرى بتحتاج نتكلم فيها في لقاءات أخرى بس أنا أحاب إذا في عندك شيء نختم فيه وبعدها ممكن نحن مرة ثانية لازم نشوف لقاء ثانية هو سريعا إحنا ذكرنا اللي ذكرنا كعناوين موضوع المقدمات اللي يدخل فيها الطبيب هذا لكلية الطب أصلا وما فيها من خير وشر والأمراض اللي موجودة في الكلية نفسها والإيجابيات اللي موجودة في الكلية بعدين رحنا لبعض العلاجات لبعض الأمور دخلنا في الكبر خصوصا الكبر ما ذكرنا كل شيء ذكرنا الكبر ذكرنا الموضوع اللي هو عقدة النقص ذكرنا موضوع اللي هو التعاملات والعلاقات والاختلاط والعلاقات من ذكر والأنت والتعامل يعني شيء من تعامل الطبيب مع المرضى والضابط الداخلي وموضوع اللي هو الضابط الداخلي موضوع العمل وهذا فهي تعريج عام لكن ممكن نختم فيه أنه لابد الطبيب يدرك أهمية المهن اللي هو فيها ويدرك ارتباطها القوي في موضوع المسؤولية الشرعية عمام الله عز وجل هو كل إنسان مكلف وكل صاحب اختصاص مكلف بشيء خاص فيه فأنا لابد أعرف آلية عقل أصلا أحكم فيها سواء استطعت أني عارفها خلال قبل الجامعة بالجامعة بعد الجامعة متى ما وعيت أدرك أنا وين وليش وشو اللي موجود وبإيش أحمي نفسي يعني كل إنسان في بيئة بده يحمي نفسه من أمور واحد في بيته بحط جهاز انذار كذا بده يحمي نفسه يحمي بيته يقي نفسه ويعالج نفسه وبعض الأحيان بعض العلاجات هذه المتعلقة في الأمور النفسية قد يحتاج إنسان خارج يساعده ليس كل شيء يستطيع أن يعالج بنفسه لأنه الأطباء عندهم شيء أنه أنا بأكثر آه بالضبط بالعكس تعلم لبعض الأمور يحاولوا علاج نفسه قد يزيد المشكلة وإني ألجأ لمن يساعدني فعلا وأعرف أنه هذه لها تابعات كل شيء أقوم فيه أنا كطبيب مع المرضى ومع نفسي ومع زملائي له تابعاته أنا كإنسان أخذ قرار هذا القرار له نتائج ونتائج دي أتحملها أتحملها كرجل وكامرأة وكلام يعني يطول ونسأل الله السلام والعافية هذه الأمور يقع فيها أي شخص أي إنسان وأي طبيب فدائما لابد أن يكون متأقد ويراجع نفسه ويحفظ نفسه أكيد الله يزيك الخير أنا استمتعت في هذا النقاش طالما زمان عن النقاشات ممكن تكون عميقة شوي وفيها موضوعات من هنا وهناك وأنا أعتقد أنه جوز نحتاج لقاءات أخرى عشان نكمل بعض الموضوعات بس لأني عرشت على بعض الموضوعات اللي أراها أنها فيها تحتاج شوي تغوص وعلى عفوية تكون فذكرناها الآن فالله يزيك الخير ويكرمك ويبارك فيك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا معنا بس هيك سبحانك الله و بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفروك و نتوب إليك السلام عليكم